اشتركوا في القناة والبطولات واستضافة الفرق الزائرة وتنظيم المؤتمرات والمعارض الرياضية والمباريات الدولية وكل ما من شأنه تنشيط السياحة الرياضية وذلك في اطار مواصلة تطوير كافة المقومات السياحية في مملكة البحرين لما تشكله من رافض اقتصادي حيوي وصورة تعكس حضارة وتقدم الوطن جاء ذلك لدى استقبال سموه لوزيرة السياحة سعادة سيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي في قصر الوادي بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن عسكر حيث هنأها سموه بالثقة الملكية متمنيا لها التوفيق في القيام بمهامها على اكمل وجه ومن جانبها اعربت وزيرة السياحة سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على توجيهات سموه ودعم الوزارة لمبادرات سموه المختلفة ونوهت سعادتها بالدور المهم للسياحة الرياضية في ترويج السياحي لمملكة البحرين بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية السياحية 2022-2026